صبحكم بالخير اليوم الأربعة تسعة آب أو أسطس شو مخبّلنا الفلك؟ اليوم الأمر مرافقنا من برش الثور حتى ساعة أربعة بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي بينتقل من بعدها لبرش الشوساء نهارنا تقريباً مقصوم إلى قصمين يلي عم يتابعنا من القارة الأمريكية من الصبح مفروض تقريباً الأمر يكون موجود صار ببرش الشوساء كيف بد يكون نهارنا؟ نسمع سوا بالبداية طبعاً دايماً نبلش مع برش الحمل يلي نهاره كتير حلو وين ما كنتوا عم يتابعونا على هالكرة الأرضية الحلوة اليوم الأمر ببرش الثور ثم في برش الجوساء بيعطي موالي برش الحمل قدرة وقوة على المبادرة على حسم الأمور على اتخاذ قرارات مهمة مالية وغير مالية ممكن يكون عندكم امتحان معين اختبار معين القدرات اللي عندكم إياها مهمة جداً حتى لما الأمر بيصير ببرش الجوساء القدرة على استيعاب الأمور رح بتكون واعية جداً وحظ كتير قوي لكن إذا كنتوا من موالي 17-18 نيسان أبريل يبدوا كأنه في مسألة عم بتمر صوبكم مهمة جداً فيها تكون سهلة فيها تكون صعبة فكونوا منتبهين منكمل مع برش الثور يلي نهارنا بيبلش ببرشه الأمر وجوده ببرش الثور بيعطي موالي برش الثور القدرة على أخذ القرار هو ضوء أخضر دايماً لما الأمر بيكون ببرشنا هو ضوء أخضر فاليوم الأمر ببرشكم أنتوا من الأشخاص القادرين أنه يقرروا وتقدروا تطلعوا من أي فترة حيرة إذا مترددين إذا محتارين شو بتكون تعملوا اليوم حان الوقت لتقرروا معكن للساعة أربعة بعد ظهر توقيت بيروت بعدين بيروح الأمر لبرش الجوزاء وبتدخلوا بمرحلة أخذوا عطا وشوية مساومات انتبهوا لما تكونوا عم بتفاوضوا أو تساوموا موليد 14-15 أيار مايو دقوا بالتفاصيل الأكثر حظا 4-5-6 أيار مايو بنروح لبرش الجوزاء موليد برش الجوزاء بدون ينتبهوا اليوم لأنه الأمر موجود ببرش الثور هذا هو البرش قبل برشكم كل شيء والأمر اليوم موجود ببرش الثور أنهاركم بيكون خليني أولى بصورة شوي مضخمة أو مبالغ فيها بيكون نوعا ما محبط الفترة نوعية الوقت محبطة نوعية الوقت بتأخركن نوعية الوقت شوي بتخليكن تشعروا كأنه في شي غلط عم بيصير ما حدا عم يفهمكن أو عم يفهموكم غلط مع مشاكل فكونوا جدا حذرين هذه الفترة هي فترة شوي ضعيفة لكن بتتغير الصورة تماما بتصير حلوة كتير لما الأمر بيروح لبرشكم ساعة 4 بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي هون بتدخله بفترة كمبليت 180 درجة مختلفة بيصير في جو من الاحتفالات من الفرحة ونوع من الارتياح الكامل مع قدرة على توقفوا عجريكم بسرعة فجأة وكل شي يصير بكن تتعملوا العالم كل اللي عم بتضبضي بعشية موالي برش الجوزاء هلأ بيكون بلش انهارهم كل موالي برش الجوزاء محظوظة بشكل خاص موالي دعيار معيون منروح لبرش السرطان موالي برش السرطان هذا يوم شوي ما صوم إلى قسمين أنا بفضل لكم فلكيا فترة وجود أمر في برش الثور هي الفترة اللي بتساعد هي الفترة اللي بتعطيكم هي الفترة يلي بتسمح لكم أنه تكونوا مرتحين بتعاملكم مع الناس مع أصدقاء وغرب من جميعهم لما الأمر بيروح لبرش الجوزاء رح تدخلوا بفترة من الهدوء والركود واحتمال يكون في بعض الأمور يلي منى كتير على زوقكم تبهوا من هالأفكار السوداء اللي بتخطر على بالكم فترة متعبة فترة وجود الأمر برش الجوزاء ورح تكمل أكتر من 24 يوم فكونوا حذرين خاصة 22 تموز يوليو بنروح لبرش الأسد موالي برش الأسد انتو بتعرفوا أنه تأثير الأمر من برش الثور اللي هو صار له يومين موجود عنكم متعب شوي لكن ليس سلبيا الأمر لما بيكون ببرش الثور عند موالي برش الأسد حالياً بهيد السنة خلينا نقول بتكون فترة جيدة ليه لأنه مدعمين من المشتري المشتري موجود ببرش الثور هذا معناته أنه الأضواء عليكم هي فيها تكون لأسباب إيجابية حتى لو حسيتوا حالكم تحت المجهر عملكم وغلطكم وعملكم الصح كمانا تحت المجهر هذا معناته لحتى ترتفعوا فبييدكم القرار شتغلوا منيح بيطلع نهاركم ولا أروع من هيك ترتاحوا لما الأمر بيروح لبرش الجوزاء اليوم ترتاحوا تحسوا حالكم خي خلص النهار مثل اللي الظهر بيكون عامل كل شغله خلص الامتحان وخلصوا ورايحين على بيتهم بيحسوا حالهم أنه طلعوا بإيجازة فهيك الأمر ببرش الجوزاء هو النوع من فترة إيجازة لألكم فرحة لألكم وبتشيل الهم فعملوا اللي أنتو بتريدوه لكن دايماً بمنطق وموضوعية موليد خمستعاش ستعاش سبعتعاش أب أغسطس فيها تكون الأكثر حظاً بروح لبرش العذراء موليد برش العذراء هيداً هار مقصوم إلى قسمين قسم جيد جداً وقسم منو هالأد جيد جداً أوكي؟ الأمر وجوده ببرش الثور هي الفترة الجيدة جداً الأمر وجوده ببرش الجوزاء منو جيد متع لذلك أنا محل موليد برش العذراء بركز كل عملي المهم يلي عندي يه لليوم الأربعة خلال فترة وجود الأمر في برش الثور لأن نخلص الشغل يكون مرتب منضبض بكل شي نخلص على الأربعة بعد ظهر توقيت بيروت بنكونوا مخلصين شغلنا لمهم كان عنكن يومين لتخلصوا أشغالكم بعد في عنكن اليوم لساعة أربعة بعد ظهر بعدين بكونوا تعدوا ترتاحوا موليد برش العذراء أو تخصصوا لفترة الأمر برش الشوساء للاستراحة للابتعاد عن مشاكل للابتعاد عن ارتكاب الأخطاء بقدر المستطاع من شان هيك أعمالكم بدا تكون سهلة وبطيئة يلي عنده مشروع ظهرة أو كلام أو يمكن مقابلات بدي يكون جدا حذر خاصة نعم بحكي تحديدا عن موليد 11-12 و13 سبتمبر هاي دي كوكب المريخ سوق أعمالكم كمانا يوجد معاكسات عند موليد 28 و29 أب أغسطس كونوا حذرين بننتقل لبرش الميزان نهارو حلو لمولو برش الميزان الأمر برش الثور متجانس معكن لأنو تنينيذكن البرشين بيحكمون كوكب الزهرة ففي نوع من تناغم لكن لما الأمر بيروح لبرش الشوزاء برش هوائي مثل برش كون فارحتكم صير كتير كبير فبداية جيدة ونهاية هذا اليوم بعد جيدة أكتر وأكتر وأكتر فهيدا نهار مثل ما بيقولوا ختامه ومسك من الأيام الحلوة بتنبسطوا فيها بتفرحوا فيها فما تغيروا مشاريعكم إذا أمكن للمساء أو لبعض الظهر لأنو الأمور رح بتصير أحلى ونصيحة ما تكسروا الجرة لأنو معقول كتير تندموا إنو كسرتوا وبتقولوا ياريت سمعنا كارمين وياريت طولنا بالنا بنروح لبرش العقرب هلا مولي برش العقرب ما رأوا عليهم يومين صعبين تنين والتلاتة اليوم الأمر كمان موجود ببرش الثور المزعج بنسبة لألكون هلا حاليا حتى الساعة أربعة بعد الظهر فالجو بعده منه رايق أبدا مثل الأحوال الجوية الأحوال الفلكية بتقول إنو اليوم مولي برش العقرب حتى الساعة أربعة بعد الظهر الطقس غائم وعاصف فلكيا بعد الساعة أربعة بتزيح هالعاصفة وبصير مولود برش العقرب بيقدر يفتح البواب يطلع على بره يشوف يشوف يتفقد الأضرار مثل ما بيقولوا ويرجع يوقف على أجري لذلك هذا اليوم لن ينتهي بطريقة صعبة بالعكس هناك فرصة يمكن لترجعوا تاخدوا طاقة جيدة وترجعوا توقفوا على أجريكم الأكثر حظاً 6-7 نوفمبر الأكثر تعباً 15-16 نوفمبر ننتهي إلى برش القوس مولود برش القوس الشمس الموجودة هالفترة من السنة في برش الأسد هي اللي عطيتكم كل هالمعنويات القوية اليوم تحديداً الأمر برش الثور جيد متعب لكنه جيد نهار طويل صح لكن بيضل ازعاجه أقل ازعاج من لما الأمر بيصير ببرش القوس عفواً ببرش الجوزاء لذلك حاولوا أنكم تخلصوا أشغالكم كل شيء والأمر أشغالكم المهمة المعقدي خلال فترة وجود الأمر في برش الثور بعدين في شوية انزعاج شوية استياء شوية انفعال فطولوا بالكم يلي بيطول بالو بيمشي حالو هايدي بس عم بعطيكم الفرق بالوقت لحتى تعرفوا تختاروا أوقاتكم الأكثر راح الظن 7-8 ديسمبر مننتقل لبرش الشدي مولي برش الشدي أكيد الأمر ببرش الثور هو برش ترابي فترة كتير حلوة مساعدة للكم فترة غنية بالمفاجآت الحلوة بالأفكار الحلوة بالأمور الرومانسية القادة مع العيلة كل هالأمور حلوة حتى بشغلكم بيكون عم بيعطي نتيجة وميسر أهم شيء أموركم ميسرة لما بيروح الأمر لبرش الشوزاء ماشي الحال راح يكتر عليكم الشغل فنظموا أولوياتكم لتظلكم مرتحين كل هذا النهار وأيضا نهار الغد الخميس يكون أيضا مرتاح بتبقى الموليد الأكثر حظا 4-5-6 كانون الثاني يناير مننتقل لبرش الدلو مولي ببرش الدلو يلي متابعني بيعرف أنه اليومين اللي قطعوا كانوا صعبين وبعده صعب الجو وبعده صعب الأحوال الفلكية عاصفة جدا خلال فترة وجود الأمر في برج الثور تختفي هذه العاصفة لما الأمر بيروح لبرش الشوزاء وساعتها بتنبسطوا بترتاحوا بتحطوا رحالكم وبتقولوا خي وأخيرا طلعت الشمس الأجواء بتصير مختلفة كليا فرجاء ما ترتكبوا خطأ تندموا عليه بعدين لأنه الوقت اللي هو نوعية وما فيه وقت مثل التاني فطولوا بالكم طولوا بالكم طولوا بالكم طنشوا الأمور رح بتصير كتير حلوة ورح بتصير حتى على زوقكم امتدائم الساعة أربعة بعد ظهر توقيت بيروت كلكم فيكم تكونوا محظوظين لكن رجاء نكونوا حذرين مواليد خمسة ستة سبعة وثماني شباط فبراير منروح لآخر الأبراج معنا برش الحوت مواليد برش الحوت الجو اليوم لا بأسة به في بعض القصص يلي حابين تحكو فيها في قصص بتاخدكم وبتجيبكم عندكم نشاط كتير كتير قوي حماسة كتير قوية هالحماسة والنشاط فكري وجسدي بيساعدكم على حل حلة كل الأمور وتيسير كل الأمور قبل الظهر حتى معكم لساعة أربعة بعض ظهر توقيت بيروت الصيفي بعدين بتدخلوا بمرحلة بتقولوا أوكي بدي ارتاح بدنا نرتاح ما بقى بدنا نروحوا نجي تعبنا بدنا نشوف بيتنا همليين بيتنا شو تركين شو بدهم العيلة الولاد الأهل في نقص بيكون تشرغراد بيكون تروحوا على سوبر ماركت في أمور يمكن تخليكم صحيح مأخرين عشية بالليل حتى تخلصوا كل هالأمور لكن على الأقل فينا نقول أنه نهار ليس سلبيا لذلك كل شي أعطوه حقه كونوا أكثر حذرا 24-25 شباط فبراير هذه كانت أبراجنا لليوم أتمنى لكم نهار كتير حلو نلتقي مع الأبراج اليومية كل يوم بنفس الوقت إلى اللقاء باي باي